بعث رسالة مفتوحة للملك يذكره فيها بمعاناته قائلا لقد ظلمتني أشد الظلم أيها الرجل وكل يوم يزداد ظلمك شدة وإيلاما لقد قابلت إخلاصي لوطني بالإهانة واللا مبالات ووفائي بالجحود والاحتقار وإهدار الكرامة وأضاف لقد خلعت بيعتك من عنقي ونقدت كل عروة كانت تربطني بك فافعل ما بد لك واقتلني مرة إضافية ولا تكترث كعادتك قد خالد لوطغيري خمسة أعوام في وضعية البنكي الأكثر نفوذاً بالمملكة كما كانت تصفه الصحافة قبل أن يتحول مصاره فجأة وتترى كما عليه التهم والإدانات الثقيلة ولد في مدينة فاس عام 1957 وتخرج من المدرسة المركزية بباريس للمهندسين ويحمل الجنسية المزدوجة المغربية والفرنسية وهذا التفصيل ليس تافهاً ولا بريئاً لفهم بقية القصة التحق سنة 1992 بالمجموعة البنكية بيمبي باريبا وساهم في عملية الاندماج بين المؤسستين فاكتسب خبرة مهنية متميزة لتذكير فقط هذا البنك توجد لديه منذ عهد الحسن الثاني عدة حسابات تعود للعائلة الملكية المغربية ولكن ذلك ليس له أي اتصلة مباشرة بالوقائع التي سنحكيها في عام 2002 بعد أن عين خالد لودغيري مسؤولاً عن أنشطة البنك في منطقة الشرق الأدنى والأوسط التي كان يديرها من مكتبه في باريس اتصل به مونير الماجدي الكاتب الخاص للملك محمد السادس واقترح عليها منصب رئاسة البنك التجاري المغربي الذي تمتلكه مجموعة أونى حيث كان الماجدي قبيل ذلك قد أقدم على إقالة الرئيس السابق ويراوده حلم تعيين فريق جديد من الرجال الأكفاء لينصبهم على رأس الشركات التابعة للمجموعة الملكية المالية كان له خطاب واضح إليهم جميعاً ويقول إن الملك وضعني في هذا المنصب بهدف تنشيط الدورة الاقتصادية لشركاته وإحكام السيطرة وتحقيق أقصى قدر من الأرباح وقواعد العمل هي كالتالي أنا رئيسكم المباشر وأحظى بثقة المالك ذلك أن السلطة السياسية والمالية في المغرب دأبت منذ القديم على الإدعان لأوامر المستشارين الذين يمثلون السلطة الملكية إلا أن توجهات لوضغيري لن تكون منسجمة مع رؤية القصر هذا البنكي البارغ آنذاك أربع وأربعين عاماً كان واعياً بقيمته وكان مشبعاً بقيم المدرسة الجمهورية التي تحترم الكفاءة وبالتالي كان يجهل تماماً الأعراف المخزنية وخصوصاً منها المتجدرة في البلاط لم يكن سادجاً ولكن لم يدرك أنه يتحرك في حقل يعج بالألغام بعد تنصيبه بمدة قصيرة في رئاسة البنك اتصل به مونير الماجدي وطلب منه الحضور إلى مراكش لأن الملك يريد استقباله انتظر الوضغيري أن يحدد له موعد ثم اتصل به الماجدي على الهاتف مجدداً ليخبره وهو محرج منه أن الملك ليس لديه الوقت لمقابلته الحقيقة أن الملك شخص منعزل ومتقلب المزاج ولا يرتاح إلا في صحبة رفقاء المدرسة المولوية الأقدمين الذين أصبحوا مستشارين لديه ناهيك عن بعض الأشخاص ذوي المسارات المثيرة للتوجس هذا الطوق الأول من الرفقاء الذين يحومون حوله يقومون بحجب الحقائق عنه ويشكلون حاجزاً بينه وبين الوقائع ولذلك فهو لا يعير اهتماماً لما يحدث في العالم من وراء ذلك الحجاب والوضغيري ينتمي إلى ذلك العالم على كل حال فقد استطاع هذا الأخير أن يوفر أرباحاً قياسية على رأس البنك الملكي ولكن الملك لم يستقبله مباشرة صحيح أن وظيفة الحجاب التي بها تلك الدائرة الأولى من رفقاء الملك تعمل في اتجاهين تحجب الملك ليبقى بعيداً عن الواقع وفي نفس الوقت تقف حاجزاً صارماً أمام كل من يسعى بصيغة أو بأخرى أن يقترب منها بدأ خالد الوضغيري يكتشف شيئاً فشيئاً هذا العالم الغريب يقول كنت أعتقد أني أدير بنكاً من القطاع الخاص ولم أستوعب في البداية أن كل شيء في الواقع مرتبط بالإرادة الملكية الرجل يؤكد أنه عندما استلم مهمته في أواء العام 2003 استغرب من غياب مشروع واضح المعالم لدى حسن بهم ومونير الماجدي وكأنهما يفتقران للأفكار في شهر نوفمبر 2003 بينما كان المغارب يتأهبون للاحتفال بنهاية شهر رمضان هز الأسواق المالية خبر كالقنبلة وفاجأ أصحاب القرار الاقتصادي والسياسي إنه اندماج البنك التجاري المغربي تحت إشراف الوضغيري مع بنك الوفاء المملوك لعائلة الكتاني المعروفة بثرائها لقد جرت المفاوضات في سرية تامة بل إن المدير العام لبنك الوفاء بنفسه لم يعلم بالخبر إلا دقائق معدودة قبل التوقيع على عقد البيع لأن من أدار الصفقة هو سعد الكتاني كبير ورثت مؤسس المجموعة المالية المالكة للبنك كان خيارا موفقا لأن هذا الرجل معروف باهتمامه بالمتعة أكثر من إدارة الأعمال مما سهل حسب ما راجع آنذاك الاتفاق معه على سعر أقل من القيمة الفعلية للبنك وسمح لمحمد السادس أن يتحكم فيما سوف يصبح قريبا أول مؤسسة مالية في البلد ومن ثم السيطرة على اقتصاد المغرب إن الحضوة الملكية التي تلف بعض القوم من جهة والسخط الملكي الذي ينصب على قوم آخرين من جهة أخرى أمور جديرة بالذكر وتظهر مدى تدخل السلطة في الحياة التجارية تعامل سعد الكتاني بليونة بالغة خلال عملية التفاوض لبيع البنك الذي كان بحوزة أسرته للملك فتم تعينه بعيد ذلك رئيسا منتدبا لللجنة الوطنية لترشيح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2010 ووضعت ميزانية كبيرة تحت تصرفه لا يهم إن كان البلد لا يتوفر على البنيات التحتية والملاعب الرياضية لاحتضان المباريات يكفي أن يقتنع الملك من طرف حاشيته أن مملكته تتوفر على فرص حقيقية انطلقت إذن الوفود المغربية تجوب أفخم الفنادق العالمية للترويج لهذا الترشيح لتنتهي بفشل ذريع لكن ذلك لم يمنع الكتاني من الحصول مرة أخرى على منصب آخر وهو منصب المندوب السامي لتخليط ذكرى مرور 1200 سنة على تأسيس مدينة فاس والتصرف مرة أخرى في ميزانية ضخمة انطلق كالمرة السابقة يجوب العالم ويوزع أكياس النقود على مساعديه كان ذاكر من حاتمي مع المال العمومي لدرجة أنه ذات مرة ضاعت منه حقيبة تحتوي على بضع آلاف من الأوروات فلم يجتهد العثور عليها واكتفى بترديد المثل الشعبي المعبر عن الاستهتار بالمال العام وتبذيره الحب والبرود من ضار المخزن كانت نزوات الكتاني نسخة مصغرة لنزوات الملك محمد السادس في إطار مهامه كرئيس لجمعية ذكرى فاس 1200 سنة أقدم على تنحية أحمد بن الصديق من منصبه كمدير تنفيذي للجمعية فذهب هذا الأخير ضحية بريئة للمحيط الملكي هذا المهندس المتخرج أيضا من المدرسة المركزية بباريس شغل قبل ذلك لمدة سنة منصب المدير العام لأحد فروع صندوق الإيداع والتدبير هو الشركة الطبية المعدنية لمحطة مولاي عقوب الموجودة قرب فاس انقلبت حياته رأسا على عقب يوم قام الملك بزيارة هذا المنتجة في نهاية الزيارة تحدث مع الملك وطلب منه تدخله للدفع بمشروع تطوير الحامة التي وجد بها اختلالات كبيرة منها كون مديرها الطبي يفتقر إلى الرخصة القانونية لممارسة مهنة الطب ومنها كون بناية الحامة الشعبية التي تستقبل آلاف الزبناء كل يوم آيلة للسقوط حسب تقرير خبرة تقنية فوجئ محمد السادس في باديء الأمر ثم أصغى باهتمام في الختام أخرج ابن صديق من محفظته مجلة المدرسة المركزية للمهندسين وقدمها هدية للملك وفيها صورة لشاب فرنسي ترعرع في المغرب ويمارس رياضة تسلق الجبال وهو يحمل العلم المغربي على قمة الإيفرست أعلى جبل في العالم الملك شكره وأخذ المجلة عندما انصرف الموكب الملكي أحس ابن صديق بارتياح كبير بعد إصغاء الملك إليه بعد بضعة الشهور ستقوم الإدارة العامة لصندوق الإذاع والتدبير بإقالته من منصبه متهمة إياه بمضايقة الملك وعدم احترام أعلى سلطة في البلاد ابن الصديق الذي لم يكن يوما صاحب موقف معارض للملكية نزل عليه القرار كساعقة واكتشف الظلم الملكي المزاجي كما اكتشف كيف أغلقت جميع الأبواب أمامه بسرعة بعد فترة طويلة من الإحباط استجمع طاقته من جديد وقرر الترويج لفكرة تراوضه نظرا لشغفه بالتاريخ وهي تخليد ذكرى مرور 12 قرن على تأسيس مدينة فاس سنة 808 ميلادية التي كانت لفترة طويلة عاصمة المملكة المغربية استطاع أن يقنع أحد مستشاري الملك بالمشروع فقام هذا الأخير بطرح الفكرة بدوره على الملك وأخبره أن صاحب المبادرة هو ابن الصديق اقتنع الملك بالفكرة وكان قد نسي لقاء ملاي عقوب فقرر تعيين ابن الصديق مديرا تنفيذيا للمشروع ففرح هذا الأخير كثيرا واعتقد أن المتاعب انتهت واستمر في الترويج للمشروع وطنيا ودوليا ربما ظن في لحظة سادجة أن من محاسن الملوك الكبار أن يصلح قرارا تعسفيا ومزاجيا بقرار ودي يعيد الاعتبار لكن أحمد بن صديق لم يكن يعلم بما يحاك خلف الكواليس لقد اكتشف مونير الماجد السكرتير الخاص للملك والذي يسعى دوما للطلاع على جميع التأيينات أن ابن صديق هو بنفسه الذي نجحت الداخلية في نفيه من إدارة شركة ملاي عقوب فإذا به يصبح معين من طرف الملك فيجب إذن تدارك الأمر قام الماجد بإخبار الملك فورا سيعود ابن صديق إلى الجحيم وسيحصل الكتاني على الضوء الأخضر لإبعاده ليستأتر وحده بتسيير المشروع التاريخي رغم فشله في ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم أمام هذا الإقصاء العنيف قام ابن صديق وهو في حالة من اليأس بمراسلة القصر الملكي لكن دون جدوى وطرق كل الأبواب دون طائل أحاطت به ضائقة مالية وانفض من حوله جل أصدقائه وكاد يغرق في الانهيار العصبي في هذا المشوار الطويل بحثا عن الإنصاف أصر له بعض المسؤولين بمعلومات دقيقة حول دواعي الصمت والتعسف المحيط بمنح الامتيازات وحول بعض أهليات الفساد وهكذا اعترف له عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن الديوان الملكي طلب منه ألا يفتح ملف المحطة الاستشفائية ملايعقوب كما كشف له إبراهيم فرج الحاجب السابق للمالك الحسن الثاني والذي لا زال يحتفظ بنفس المنصب لدى محمد السادس أن تعيين الكتاني في منصب المندوب السامي كان مكافأة على إذعانه لدى إبراهيم صفقة بيع بنك الوفاء للمجموعة القابضة الملكية وفي آخر المطاف سوف يقدم ابن صديق على خطوة لم يتجرأ عليها أي مواطن مغربي قبله ففي شهر يوليوز 2011 بعث رسالة مفتوحة للملك يذكره فيها بمعاناته قائلا لقد ظلمتني أشد الظلم أيها الرجل وكل يوم يزداد ظلمك شدة وإيلاما لقد قابلت إخلاصي لوطني بالإهانة واللامبالات ووفائي بالجحود والاحتقار وإهدار الكرامة وأضاف لقد خلعت بيعتك من عنقي ونقدت كل عروة كانت تربطني بك فافعل ما بد لك واقتلني مرة إضافية ولا تكترث كعادتك بهذه المبادرة الفريدة التي استهدفت الأساس الذي بنيت عليه الشرعية الملكية يكون ابن صديق كالذي فتح ثقبا صغيرا في جدار سميك إلا أن الثقب قد ينساب منه الماء شيئا فشيئا قبل أن يتضفق بسرعة ويتوسع الثقب فجأة ويهدد البناء بأكمله ويزدنا عشقا أما لهذا العيشة هنا يستابع تنكر الجهل وشعرا أما بقى الأربع والأضرة أما بقى الأرجع والأشرة إلا حلب نارت صلى خلاص إلا نوح نره الرسول كسر